فعشان كده من عدد عشرة يمكن رئيس الخلاص تظهر من عدد عشرة بيقول سبع بركات البركة الأولى يقول لأنه الله خبزاكة لازي من أجله الكل وبه الكل وهو قاتن بأبناء كثيرين أول بركة أبناء كل من أمان بالمسيح مخلصا وفاديا وولد من الله صار ابن لله ده مش تشبيه مش تشبيه مش صار كابن لله لا صار ابن لله الآن نحن أولاد الله كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصير أولاد الله انظروا وتعجبوا بقى وخبطوا أخماس في أزداز ودماغكم يهدي ويجيب الآن نحن أولاد الله أيضا أعطانا الأب حتى ندعى أولاد الله الآن نحن كل من أمان بالمسيح مخلصا وفاديا صار ابن لله نتيجة أنه ولد من الله وسكن الروح القدس نتيجة الإيمان الطبيعة الإلهية خلاص بقينا أولاد الله نحمل طبيعة لما حدتك ابنك حتى مشيته تشبه مشيتك حتى حركات إيدي شبهك أعرفوا أن ابنك واحد من الكلمات التعبير عن الابن هو المماثل لأبيه أو المشابه لأبيه تمام فدي أول باركة نمرى واحد أبناء الله مش عبيد لو جابنا عبيد والابن اللي راجع من الكرة الأربعيدة كان يتمنى أن أبوه يقباله عبد عنه قال له حبيبي العبيد كتار أنا عايز ابني أنا عايز أولاد والأب مش طالب عبيد الملك عنده عبيد البركة الثانية مخلصين كل الذين أمانوا بالمسيح مخلصا وفديا صاروا أولادا لله وصاروا مخلصين رئيس خلاصهم يعني هو اللي تمم عمل الخلاص البيونير اللي تمم عمل الخلاص وإحنا المخلصين هو رئيس الخلاص وإحنا مخلصين مش كبرياء من حضرتك تقول أنا مخلص كبرياء ولا مش كبرياء لا مش كبرياء ليه لو أنا اللي قلت هو اللي قيل كل ما علينا أعيش بروح الإمتنان والعرفان والجميل لقد أشكر ربنا كل الأبدية على العمل العظيم هو قال لنا خلصتك أقوله لأ قال لي كل اللي يؤمن بي يبقى مخلص أقوله لأ يعني من لا يصدق الله يجعله كذبة فقال لنا خلصتك أقوله لأ ده إحنا الباكتج هي الخلاص خلاص في الماضي والحاضر المسابر وان باكتج بقالها كلها على بعضية خلص من عقوبة الخطيئة بموته يخلص من سطوة الخطيئة والنتائج الخطيئة وتأثيرتها في الحاضر يخلص من جسد الخطيئة وان كنا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه في الماضي يبقى بالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته في المجد من كل مشاكل لا لست أذكره تجربة تم تنتاج احنا مخلصين كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين يبقى أبناء مخلصين مقدسين لأن المقدس هو المقدس الذي قدسنا ونحن المقدسين فكل من أمان بالمسيح ربا وإلها ومخلصا وفاديا وصار ابنا لله وصار يمتلك الخلاص صار مقاما في المسيح قديس مش لما إن شاء الله لعله وعسى ربما نروح السامن بقى قدسين لا مقاما وشارعا احنا الآن قدسين في المسيح نعم زي بالظبط اللي ولد في العائلة المالكة الإنجليزية مثلا أمير لسه في اللفة بس أمير ده حقيقي يعني بغض النظر شو كنا احنا مقدسين ده مقام كورنسو الأولى في بدايتها يكتب الرسول بولس إلى المقدسين مع إن هم مكدش حالتهم يعني زي كويس ده المقام حاجة والحالة الفعلية حاجة يعني الأمير في العائلة المالكة ولكن في استمرارية لحالة القداس كما بيتكلم الرسول بوترس طبعا كونوا قدسين في كل سيرة لأنه مكتوب كونوا قدسين لأن أنا قدوس يعني لازم نوصل للقداسة أو الكمال المقام حاجة والحالة الفعلية الروح القدس وكلمة الله وعشرة المؤمنين عشان ترفع منسوب القداسة العملية يتناسب مع المقام شارعا زي أمير في العائلة المالكة الإنجليزية بتصور المالكة تقول له عيب ما يصحش ده أنت من علا مالكة تتصرف زي تصرفات الملوك وده اللي بيعمله معنا عشان مستوانة في القداسة العملية يرتفع عشان نشرف الرب ويسوع المسيح لكن مقاما صارنا قدسين يبقى أولاد ومخلصين ومقدسين ومقدسين أو قدسين نمر أربعة لهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة المسيح في إنسانيته التي هيئت له من قبل الله أبيه كإنسان ما بيكسفش أنه يدعونا إخوة طب ده فيه ناس مؤمنين بوسطة أوي كي يقوم ذكرا بين إخوة كثيرين ما يكسفش من أضعف مؤمن أبسط مؤمن قالوا له من هوزأ أمك وأخوتك يطلبونك قال لهم من هو أمي وأخوتي الذي يفعل ما شيئت أبي هو أمي وأخي وأختي وفي تقينونة الأحياء متى 25 يقول بما أنكم فعلتم هذا بواحد من أصغر إخواتي إخواتي الأصغر يعني واحد من أصغر إخواتي لا تكسب نحن نكسب يعني أنا عن نفسي فيها حاجات تكسب أنا بكسب من نفسي أحيانا ويمكن أهلي وكده عملت حاجات هو لأن على اعتبار ما فعله من أجلي وعلى اعتبار ما سيفعله من أجلي وهو بيشتغل فيها اتفرج عليها لما يخلص شغله فيه فيبقى أبناء ومخلصين ومقدسين أو قدسين وكمان إخوة للرب في إنسانيته كإنسان نمرأ خمسة يقول في وسط الكنيسة أسباحك يعني المسيح باعتباره إمام المغنيين مزمور 22 قال أني أخبر باسمك إخواتي بعد القيامة أنا حاجة وسط الجماعة المجتمعة وأخبر باسمك إخواتي وفي وسط الكنيسة أقود الترنيمات فيبقى طابع حياة المؤمنين التهليل والفرح والتسبيح وبعدين ستة طابع الحياة كمان الاتكال على الله فهو بيتكلم بلسان إخواته وبيقول وأيضا أنا أكون متوكلا عليه حياة المسيح كإنسان هنا على الأرض سبهننا عشان نعيشها وعطانا إمكانيات نعيشها مزمور 16 أحفظني الله لأني عليك توكل إنسان في تمام الاتكال وإحنا كمان يجب أن نكون متوكلا آخر بركة الوجود مع المسيح في بيت الآب في المجد لما المسيح يأتي ويغير شكل جسد توضعنا لكي يكون على صورة جسد مجده خلصنا من جسد الخطيئة نكون مثله نستطيع أن نرى كما هو ياخدنا اللقاء على السحاب يدخلنا بيت الآب كان بيقدم وحدته للآب يقول له جبتهم لك هم مش أنت دول اللي كنت عايزهم قديني جبتهم حد ناقص؟ لا مش هيكون حد ناقص